زي ما سمعتم بالزبط كلمات السيد الرئيس الحسم في القرار والمرونة في التحرك هذه هي الكلمة الحقيقة كانت موجودة طول الوقت في التعامل مع الأزمة وإدارة الأزمة اللي كان بيقودها السيد الرئيس بنفسه مع كافة مؤسسات الدولة وأيضا الهيئات والمجتمع المدني اللي كانوا بيقدموا كمان كل المساعدات لأهلنا في قطاع غزة نتمنى الخير دايما أكيد لأهلنا في قطاع غزة خلينا نروح مع حضراتكم ونروح لسيد دراء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات واللي طبعا بشأن الهدنة في قطاع غزة الحقيقة سيبدأ سريان هذه الهدنة في تمام الساعة السابعة من صباح غد الجمعة وأوضح رشوان أن مصر تسلمت قائمتي المحتجزين والأسرة من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والمقرر الإفراج عنهم بعد ظهر اليوم الأول للهدنة كما أعلن رشوان أن عدد المحتجزين الإسرائيليين المقرر تسلمهم غدا من الجانب الفلسطيني هو 13 محتجزا ومحتجزة مشيرا إلى أن مصر طلبت الحقيقة طرفي الهدنة بالالتزام بتنفيذ اتفاق الهدنة وفقا لما هو مخطط له وتم التوافق عليه زي ما قلت لحضراتكم طبعا مصر بزلت مجهود كبير جدا علشان يعني نصل إلى هذه الهدنة برعاية مصرية قطرية والولايات المتحدة الأمريكية ونتمنى أنه هذه الهدنة يعني يكون في استدامة بعد ذلك وتهدأ الأمور إلى حد ما ونعود لمائدة التفاوض ويبقى فيه دولتين كما كانت مصر تخطط وتأمل طول الوقت